في مخاوف في قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكاد يكون شفاق حاجات كتير بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه اول حاجة اضطرابات في النوم نوم قطع يصحى مخدود ده قلق نفسي واضح بس يعني ايه الجنيه حتظبت التاور انهيار البورج بورج قائم في حياتك عايش معاك بقى له فترة ممكن يكون تكير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوت خلاص حينهار ويحل محله نور بقى شمس الضلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نورا البورج ده لما حينهار حيحصل عندك عملية توازن حتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية حوت واضح انه ما كيش ابتزين الفترة دي فعلا التقلبات المود قوية يعني هو اصلا الحوت مود متقلب زي زي الابراج المقاية التانية متقلبين المزاج جدا بس بقى يعني كمان التقلب حاد في حدية في التقلب الدنيا هتبتزي هتلاقي ان المود بقى ماشي على وثيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي بداية الشهر ده اه الظروف مش مساعدك قوي اه الظروف مش مساعدك قوي حوت نفسك تعمل حاجات سواقف في حاجة موقفك اللي موقفك ده انا مش عايف تقول تخوفك لان انت عديت مرحلة الحظر انت في مرحلة خوف خايف تاخد خطوة اه ايه الموضوع خايف مش شايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ده من منعكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف ايه الحالة دي بقى انت اضرب باوضاعك وحنشوف يمكن الموضوع اللي يلقب حالة عطفية لما نقرأ حالة عطفية يمكن ده يكون تأثير حالة عطفية ده اللي عمل لك القلق ده بس في خير جاي لك يحوط انت طبعا الحوط معروف بطبته انه هو بطيب الحوط طيب ويعني اعملت خير بحد اذن الله خير ده يرجع لك او حاجة انت اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مببود كبير بس مطلتش ناتية ما جتلكش المرضوط حييجي دلوقتي بإذن الله حييجي دلوقتي الناس اللي عندها اوراق او قضايا في قضايا مستنيين حقم فيها مستنيين بس فيها افتكر دي حتكون برضو سبب من الاسباب الخير اللي جاي لك واللي بيأكزي ده النسبة اللي عندها ورث متعلق الحيتان من المجموعة يقول عندهم ورث متعلق أفتكر ده ورث الفلوس اللي هي لك من شخص كبير ده ده ورث وقضايا كانت متعلقة ووقفة إن شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه فلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حالة الورث والقضاء أو القضايا ما بطل تبقش عليهم فيحوط أنت تقريبا أسأت الظن يعني أسأت الظن لحد أو أسأت الحكم على حد ما تتصرعش في أحكامك يحوط أنت بتلقائي جدا بتلقائي وبتعخوي قوي فبتعدي ممكن تعدي منك حاجات سح وغصبة عنك لو أنت ظلمت حد بليز رجع نفسك تاني وإنت يعني أكيد حتقرب غلطك أو على الأقل تحاول تصلحه في كرت العزل زي ما قلنا إما فيه ورق حكومي متعلق أو أنت ثقت الحكم على حد أو على شيء تحرمت أنت حكيم يا حوط وصيرت تدركة الحكمة حكيم عارف بتقيت تفكر لوحدك وتشتغل لوحدك ويعني آخر انتجام عقلك اللمبة منورة بالصنور منورة وفيه أفكار بتديلك وإنت يعني محوطها لوحدك عايز تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك الناس اللي لست ما تجوزوش بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي طاعد كده تفترح إحنا تعطينا إحنا بقى إيه بإننا إحنا عايشين في البابل بتاعتنا يعني الحوط بيبقى عامل كده الناس وبلونة وققع جواها وبيحلم موضوع daydreaming أو الحلم اليقظة عنده عالية جدا بيحلم يحلم بيفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة إسرار ومصابرة إنك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوط كبرياء وعالي جدا ده بيوصفك قد إيه أنت شخص يعني عندك كبرياء وعايزة نفسك وكمان شخص يعتمد عليه الحوط في المسئولية جبار جبار بيشيل مسئولية ويمكن كمان بيشيل أكتر مما ممكن يتحمل بس إحنا قلنا الموضوع ده بتادي تغير السنادي والحوط استنصح وبقى بيشوف نفسه وللسه محصلوش التغيير ده ياريت يبتدي يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يحوط حالة التضحية والعصاء اللي بدا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده لأ يا ريت البرج ده ينهار ونبتدي يبقى الموضوع فيها عقلانية نبدي كل حاجة مفيش مشكلة بس لازم لما نبدي لازم يكون في مقابل لازم لما نبدي ما نبقاش جينة على نفسنا فهمتوا قصدي ما تجوش على نفسكوا بالطريقة دي حبوا نفسكوا شوية ما تسمووا دي مش أنانية ده حب الزات لازم تحبوا ذاتكم شوية الحالة المالية ما كيش فيها تطور مش شايفة فيها تطور للمرحلة دي ما كيش طفر محلة كفر إنما في أفكار شغالة هتتحول لأهداف شدوا حلكوا والناس اللي أخنين على زواج بإذن اللي حيتم مبلوك مقدمة حالة القلق والخوف دي يحوت يعني سكيف حاول تعديها بسرعة وتفضل بدلها هدف إحلم بهدفك إن شاء الله حتوصله حالة توازن إن شاء الله داخل عليها يحوت وحالة موج البحر اللي انت في ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متفال شوية متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بعلم هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزاجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الأولى العامة الحالة المالية فل أو الله أو الله يا إسفايد علي يا إنيئة دي مش لوحدك بس للأسف هو الشهر ده مش واضح ديها أي تغير فيبقى إيه نخلي بالنا أي أن كان اللي بيجي بنقول الحمد لله وبإذن الله يبارك ربنا يبارك في الرزق إن شاء الله يحسى التطور الشهور اللي جاي نزالك مستمع ده لا بصي يعاني ده مش حيفيدنا بحاجة خالص مش حيفيدك بحاجة خالص حاولت تبدل احتصر خوف والقلق ده بأمل وبهدف حط هدف قدامك لا لسه حالة العاطفية مي مش نشوف حالتهم العاطفية أخبارها إيه بتقولي إيه يا روانو ما تهمتش أنا برج إيه عايما أنا برج الحوت وإحنا بنقرأه كلمة صح جدا بشكريك يا هدير روان لا الناس اللي مش مرتبطين أصلا السناجل لسه سناجل ما شفتش علاقات جديدة يا رب أكون أفلطانة ويبعث لكم طبعا كل خير بس أنا ما شفتش الناس المرتبطين مخطوبين أو في علاقة في إتمام زوايك إن شاء الله هؤلاء 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 تانية وبيننا خلافات كثير ومش بها تكلم طيب تعالين شوف الحالة العاطفية وما ترقين يوضعهم الحالة المادية دزيلة زيون إيه هتكون ثم هي الحالة المادية مش رفتش فيها والتطور خالص حبيبتي دلوقتي هنشوف الحالة العاطفية أخبار الشريك إيه المتطلقين والمتخصنين والحاجات دي ماكو طفر يا رفعل أنا أتفى يمكنكم غلطانة يا رب أكون غلطانة بس ماكوطش طفر أنا كمعاني حموت إحنا بايدين فعلا ومدخلها كثير في ناس كثير قوي أنا جايبة دون المرة اللي بيتك من الحمل ليه يا دينا هو اليوم اللي كنت أصلا فيه كنت بغير الحمل أو لا إيه I love you too كنت أسمك بالروسي بس I love you too حبيبتي يا ياسمين ألا أنت اللي أمرين يا روحي تساميلي عقرب هنقول قريب أو يا نورهان قريب جمتان حبيبي طيب كل ماكو صحب أشكرك يا جيهان تفقلو إن شاء الله في حال التوازن داخلين عليها والقلق والتواصر ده بإذن الله هيروح وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعله وبخط ما كل حاجة جلبان جدا المالوشي لازمة خالص يأمالك بالخوف ده حصي يعني الثماني وربنا إن شاء الله يعني يزرع الأم الأمان والطمئنة في قلبك ما تخافيش من حاجة إن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة جدا وزي ما قلنا في نفس اللي كان عندهم لو فيه فلوس جاية فهي جاية من شخص جدير فيه فلوس جاية آه بس مش تطور في الحالة المنباية فيه فلوس جاية إن شاء الله نشوف كل ماكو صحب أشكرك يا مننا قوي طيب هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الأولى برج الحوت